موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Redemption 2 طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن أفضل عشرة أسلحة في لعبة Red Dead Redemption 2 طبعا هنحاول بقدر الإمكان إننا ننوع في جميع أنواع الأسلحة يعني نجيب سنايبر نجيب فرد نجيب بيستل نجيب الريبيتر طبعا في هذا المقطع رح نبدأ من الأقوى إلى الأقل تدريجيا أو الأقل قوة فأيضا في معلومة أخرى إذا ما كنت تعرف كيف تجيب أحد الأسلحة الموجودة في هذا المقطع رح أترك لك في خانة الوصف كيف تجيب جميع أنواع هذه الأسلحة فيلا نخش في المقطع أول سلاح رح يكون سلاح مايكا أو فرد مايكا فرد مايكا واحد من أقوى الأسلحة في اللعبة والبعض يصنفه كالأقوى في اللعبة كلها أو أقوى ريفولفر في اللعبة وفرق الطاقات بينه وبين الأسلحة الثانية فرق شاسع جدا وكبير وطاقاته كالتالي الدمج حقه رح يكون 3.4 من أربعة يعني دمج جدا جدا عالي والفاير ريت حقه رح يكون 3.3 من أربعة يعني إيش يعني الفاير ريت يعني سرعة طلقات الرصاصات أو كيف تنطلق بسرعة فالفاير ريت حقه 3.3 من أربعة الريلود أو سرعة التعشيق رح يكون 3.2 من أربعة من طاقاته واضح وعلى طول رح تعرف قد ايش سلاح مايكا اسطوري وجامد وقوي جدا ممكن السلبية الوحيدة في هذا السلاح اللي هو الرينج او وين يوصل طبعا الرينج حقه رح يكون 2.9 من 4 لكن كمجمل السلاح سلاح مايكا واحد من اقوى الاسلحة في اللعبة اللي لازم تاخذها وايضا تفاصيل السلاح الموجودة في السلاح يعني النكشات اللون السلاح القرب حق السلاح يعني في مجموعة من التفاصيل الحلوة في السلاح اللي تخليه اسطوري باضافة الى طاقاته الجدا قوية فذا ما كنت تعرف كيف تجيب سلاح مايكا زي ما قلتلك في خانة التعليقات في خانة الوصف ان شاء الله رح تركلك كيف تجيب هذا السلاح الاسطوري بالنسبة للسلاح الثاني رح يكون السلاح ميدنايت بيستول وكلنا نعرف انه في فرق بين البيستول وفي فرق ايضا بين الريفولفر فسلاح ميدنايت هو عبارة عن بيستول سلاح ميدنايت سلاح جدا جدا جيد وطاقاته جدا معتدلة يعني ما في طاقة بعيدة عن الاخرى كل طاقاته متقاربة ومتعادلة وهذا يخليه السلاح نوعا ما متكامل وطاقاته كالتالي الدميج رح يكون 2.7 من 4 والريلود رح يكون 3.4 من 4 والفاير ريت رح يكون 3.1 من 4 والرينج رح يكون 2.8 من 4 زي ما قلتلك سلاح نوعا ما طاقاته متقاربة وهذا يخليه نوعا ما متساوي او متعادل في جميع الطاقات الموجودة فيه وايضا تفاصيل السلاح جدا جدا حلوة والنقشات والرسمات الموجودة فيه جدا جدا اسطورية واللون القولد ما اعطيه شكل خرافي زي ما قلتلك اذا ما كنت تعرف فراح يكون موجود في خانة الوصف بالنسبة للسلاح الثاني رح يكون سلاح اوتس ميلر ريفولفر طبعا هذا السلاح تقدر تحصله في احد الصناديق الموجودة في ولاية نيو اوستن موجود ايضا في القناة ورح تحصله في خانة الوصف ان شاء الله هو سلاح جدا جدا اسطوري وحلما فيه صراحة انه جولد بالكامل والنقشات والتفاصيل اللي فيه صراحة عشرة على عشرة وطاقاته رح تكون كالتالي الدماج حقه رح يكون 2.9 من 4 وهو ثاني اقوى فرد من ناحية الدماج بعد ريفولفر مايكا او سلاح مايكا بالنسبة للرينج لهذا السلاح رح يكون 2.5 من 4 والفاير ريت حقه رح يكون 2.6 من 4 والريلود رح يكون 3 من 4 سلاح جدا جدا رهيب ويعتبر ثاني افضل ريفولفر بعد ريفولفر مايكا الاسطوري وصراحة يعني زي ما قلتلك اللي خلانا نحطه في المركز الثالث لون الذهب الكامل والتفاصيل والنقشات الحلوة الموجودة فيه بالاضافة الى طاقاته الجيدة جدا بالنسبة للسلاح الرابع رح يكون سلاح فولكينو بيستون ذا السلاح تقدر تشتريه من محل الاسلحة في اي وقت وذا البستول يعتبر اعلى بستول من جميع البستولات الموجودة في اللعبة من ناحية الدمج هو الاقوى من ناحية الدمج وطاقاته كالتالي دمجه رح يكون 3.2 من 4 والرينج رح يكون 3.1 من 4 والفاير ريت رح يكون 2 من 4 والريلود رح يكون 2.3 من 4 دمجه جدا جدا عالي ويوصل ايضا جدا بعيد ممكن سلبية السلاح الوحيد ممكن سلبية السلاح الوحيدة اللي هو الريلود والفاير ريت يعني ما يعشق بسرعة وطاقاته ما هي متتالية لكن صراحة الدمج والرينج يشفع لهذا السلاح ويخليه واحد من اقوى البستولات في اللعبة اللي خلانا نحطه في المركز الرابع بالنسبة للسلاح الخامس رح يكون افضل بندقية في اللعبة كلها وهي ليتشفيلد ريبيتر هذه البندقية تعتبر افضل بندقية من جميع البندقيات الموجودة في اللعبة وما تقدر تقارن هذه البندقية باي بندقية ثانية انا هذه البندقية صراحة نسميها بتاع كله وهذه البندقية جدا جدا اسطورية للمسافات المتوسطة او الميديم الرينج حلوين؟ وطاقاتها رح تكون كالتالي الدمج حقها رح يكون 3.6 من 4 وهي اقوى بندقية من ناحية التدميج في جميع البندقيات هي الاقوى 3.6 من 4 ما رح تحصل اقوى منها الرينج حقها رح يكون 2.5 من 4 والفاير ريت حقها رح يكون 2 من 4 والريلود رح يكون 3 من 4 ممكن الشيء الوحيد اللي رح تعاني منهم في هذا السلاح اللي هو الرينج لكن صراحة دمج هذا السلاح يعفي جميع الطائقات الاخرى يعني دمجوا هذا 3.6 من 4 بمعنى اخر تأكد انه كل طلقة تكتلها كل طلقة تطلقها على العدو ترى رح يموت كل طلقة وفا كل طلقة وفا صراحة جدا جدا قوي وهذا افضل السلاح فيهم كلهم وهذا السلاح تقدر تشتريه من محل الاسلحة اذا فقط كان شرفك عالي اذا شرفك نازل ترى ما تقدر تشتري هذا السلاح يعني هذا السلاح تقدر تشتريه من محل الاسلحة اذا وفا اذا فقط كان شرفك عالي طيب الان رح ننتقل للسنايبرات وسلاحنا السادس رح يكون اللي هو الرير رولينج بلاك سنايبر ريفل وهذا السلاح يمديك تحصله من احد المهمات الرئيسية لداتش فاندرليند واذا ما كنت تعرف كيف تجيبه راح اترك لك اياه في خانة الوصف وموجود في القناة وطاقاته كالتالي اباك تركز معايا في الطاقات ها ركز جدا دمج هذا السنايبر راح يكون اربعة من اربعة وهو اقوى سلاح من ناحية التدميج في اللعبة كلها توب التوب اربعة من اربعة عشرة حل عشرة اربعة من اربعة كامل يعني طاقته كاملة من ناحية التدميج والرينج ايضا راح يكون اربعة من اربعة يعني توب التوب يعني طاقته عالي ودمجه عالي والرينج ايضا عالي وتوب التوب اربعة من اربعة في الدمج والرينج الريتوفاير راح يكون واحد فاصلة واحد من اربعة شي طبيعي جدا لانه سنايبر والريلود رح يكون 1.9 من 4 لكن صراحة يعني التدميج والرينج رح تشفع لجميع الطاقات الاخرى الريتوفاير والريلود عادي جدا لكن افضل شي في السلاح الدميج والرينج 4 من 4 يا لطيف وهو افضل سلاح للمسافات البعيدة وايضا هو افضل سلاح للصيد لانه اقوى سلاح في الدميج فالحيوان تقتله بين طلقة واحدة وفا ورح يبقى ثلاثة نجوم وايضا التفاصيل الموجودة في السلاح جدا جدا رهيبة بالنسبة للسلاح السابع رح يكون الهو الكركانو رايفل هذا السنايبر هو افضل السنايبر في اللعبة كلها وطاقاته كلها متكاملة ومعتدلة ومقاربة من بعضها البعض وطاقاته رح يكون كالتالي الدميج رح يكون 4 من 4 والريلود رح يكون 4 من 4 طاقاته مشابهة جدا للسنايبر اللي قبل شوية لكن هو رح يكون افضل في الفاير ريت والريلود ورح تكون كالتالي الفاير ريت حقه رح يكون 1.5 من 4 والريلود رح يكون 3.4 من 4 طاقاته جدا جدا أسطورية هو تقريبا أفضل سنايبر في جميع السنايبرات وطاقاته تب التب يعني إذا كنت تبغى سنايبر فالكركانو رايفل هو أفضل سنايبر مناسب لك حلوين؟ نتكلم عن شكله شوية صراحة تصميم السلاح جدا جدا أسطوري ورسم السلاح جدا فخم هذا السنايبر من وين أجيبه يا صالح بكل بساطة هذا السنايبر تقدر تجيبه من محل الأسلحة إذا وفقط كان الشرف عندك عالي بالنسبة للسلاح الثامن رح يكون هو الرير شوتغن هذا هو الوحش الحقيقي هذا هو The Beast هذا هو أقوى شوتغن في اللعبة كاملة وتقدر تجيبه عن طريق أنك تقتل شخصه معين في مكان معين وقد نزلنا عنه سابقا في القناة ورح تركك إياه في خانة الوسط إن شاء الله هذا السلاح من ناحية المسافات القريبة هو الأقوى في اللعبة كاملة يعني جاك عدو والله قريب منك تنفض أهله بأرير شوتغن وفا رسميا ووجهه يتفجر وطاقاته رح تكون كالتالي الدمج رح يكون 3.6 من أربعة وهو أقوى شوتغن من ناحية التدميج الرينج رح يكون 1.9 من أربعة شي طبيعي جدا بالنسبة لشوتغن الريتوفاير رح يكون 2.4 من أربعة ويعتبر شي جدا جدا كويس مقارنة بأنه شوتغن والريلود رح يكون 2.2 فطاقاته صراحة جدا 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 جيدة لشوتغن وصراحة للدميج حقه جدا جدا وحشي وجدا جدا قوي وطاقاته الأخرى نوعا ما مقبولة بالنسبة لأنه سلاح شوتغن هذا هو سلاحنا الثامن بالنسبة للسلاح التاسع رح يكون السيف القبطان وهو أفضل سلاح ميلي موجود في اللعبة كلها جميع السلحة الميلي الثانية رح تدمج 2 من أربعة لكن سيف القبطان يدمج 2.4 من أربعة شي رهيب صراحة كويس والسلاح أيضا تفاصيله جدا جدا فخمة ويعني شكله بشكل عام جدا رهيب وإذا ما كنت تعرف كيف تجيبه رح ترك لك إياه في خانة الوصف إن شاء الله بالنسبة للسلاح العاشر رح يكون اللي هو السمي أوتوماتيك بيستول هذا السلاح تقدر تشتريه من محل الأسلحة على طول وما يعتمد على الشرف فقط روح محل الأسلحة وتقدر تشتريه ورح تحصله في محل أسلحة مدينة فالنتاين طبعا اللي خلاني نحطه في المركز العاشر صراحة شكله اليونيك وشكله الأسطوري ورسمة السلاحة الرهيبة وبدرجة أقل طاقات هذا السلاح الدمج حقه رح يكون 2.2 من أربعة اللي حين رح تطالع فيه رح تقول ليش الدمجة لأبو كلب هذا إذن السلاح أبو كلب أسمع التالي الريتوفاير حقه رح يكون 3.3 من أربعة طلقات السلاح جدا جدا سريعة ومتتالية الريلود رح يكون 3.6 من أربعة أسرع سلاح في اللعبة كلها من ناحية التعشيق أو الريلود فإذا كنت شخص تحب السلاح أنه يكون سريع وطلقاته سريعة والريلود يكون سريع فهذا السلاح مناسب لك بنسبة 100% طيب بكذا يكون أطيناكم أفضل 10 أسلحة في لعبة 3D Redemption 2 قلوا لنا إيش أفضل سلاح عجبكم من القائمة وقلوا لنا أيضا إيش أفضل سلاح عندكم في اللعبة حتى لو ما كان في القائمة طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن من السلاح الرابع يلا سلام عليكم